الحديث هنبدأ النهاردة اول حلقاتنا مع الوحدة الاولى وهي الكهربية والكهربية عندي اول فصولها هو الفصل الاول بعنوان الكهربية الاستاتيكية او بنطلق عليها الكهربية الساكنة كهربية الاستاتيكية او كهربية الساكنة عشان نبدأ نتكلم عن الكهربية عمتا لازم نبتدي نتكلم عن بعض الاساسيات الهمة اللي توضح لنا يعني ايه كهربية عمتا اهم حاجة في الاساسيات ديت ان احنا نعرف تركيب الزرة لان اللي موجود جوه الزرة اللي هو الالكترونات هي المسؤولة عن الطيار الكهرابي وعن الكهربية عمتا يبقى لما نيجي هنبدأ اول كلامنا عن تركيب الزرة الزرة تحتوي على اول حاجة بروتونات البروتونات ديت موجودة داخل النواة والبروتونات دي بتكون موجبة الشحن يبقى اول جزء من اجزاء الزرة هي النواة والنواة ديت بتبقى موجبة الشحنة لانها بتحتوي على بروتونات موجبة الشحنة بيدور حولين الالكترونات او النواة تاني حاجة اللي هي الالكترونات السلبة ودي بتدور في مدارات او هنعرف بعد كده اسمها مستويات طاق يبقى الزرة عندي بتتركب من او بتحتوي على جزءين النواة وان دي بتبقى موجبة الشحنة نتيجة لوجود البروتونات بداخلها والبروتونات موجبة الشحنة الجزء التاني اللي بتحتوي الزرة ده عبارة عن الكترونات سلبة الشحنة وبتدور حوله النواة طيب ايه تكملة الاسيات اللي عندي كمان ان الزرة في الحالة العادية بتبقى متعدلة الشحنة بيبقى الزرة في الحالة العادية متعدلة الشحنة الكهربية وده سؤال بيجي علل ييجي يقولك علل الزرة في الحالة الكهربية متعدلة الشحنة الكهربية الزرة بتبقى متعدلة كهربية في الحالة العادية لان عدد الالكترونات او عدد البروتونات الموجبة داخل النواة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة يبقى إذن الزرة متعدلة الشحنة في الحالة العادية لتساوي دايما نوضح النقطة دي إنه ما بيحصلش التعادل في الزرة غير لما يكون عدد البروتونات اللي موجودة داخل النواة بيساوي عدد الإلكترونات التي تدور حول النواة طرق الشحن بالكهرباء ده أول جزء من أجزاءنا اللي بنتكلم فيها بعد ما ابتدائنا نعرف شوية الأسيات الموجودة إنه قلنا إن الزرة بتحتوي على نواة موجبة نتيجة وجود البروتونات الموجبة فيها وإلكترونات سالبة بتدور حول النواة في مدارات أو مستويات طاقة وقلنا الزرة متعددة الشحنة الكهرباء لإن عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة بيساوي عدد الإلكترونات سالبة التي تدور حول النواة طرق الشحنة بالكهربية أو أنواة التكهرب؟ طيب كم طريقة للشحنة بالكهربية؟ يعني أنا لو عندي جسم أو موصل غير مشحون أو معزول أو متعادل وعايز أشحنه بشحنة كهربية استاتيكية أو ساكنة إيه هي طرق الشحنة الكهرباء اللي عندي؟ هلا عندي تلات طرق أول طريقة لها الشحنة بالدلك أو موطلق عليها الاحتكاك تاني طريقة الشحنة بالتأثير أو بالتقريب تالت طريقة الشحنة باللمس يبقى طرق الشحن أو طرق التكهرب أو طرق الشحنة بالكهربية التكهرب بالدلك الدكهرب بالتأثير التكهرب باللمس هنتكلم عن كل طريقة من هذه الطرق بالتفصيل أولا هنتكلم عن التكهرب بالدلك في التكهرب بالدلك عند التجربة المشهورة اللي عندنا موجودة في الكتاب وهي إن أنا بجيب قطعة من الحرير وادلك بها قضيب من الزجاج يبقى التجربة اللي موجودة عندي عند دلك قضيب من الزجاج بقطعة من الحرير ماذا يحدث؟ اللي هيحدث معي أولا أني بتتولد على قضيب الزجاج شحنة موجبة يبقى إذن نتيجة الاحتكاك نحن قلنا الزجاج والحرير متعدلين نتيجة الاحتكاك الزجاج هيشحن بشحنة كهربية والحرير أيضا يشحن بشحنة كهربية نتيجة الانتقال الإلكترونات بينهما فالزجاج هتتولد على القضيب بتاع الزجاج شحنة موجبة وبتشحن قطعة الحرير بشحنة سلبة يبقى تجربة التكهرب بالدلك أنا بجيب قضيب من الزجاج ودلكه بقطعة من الحرير هيتولد على قضيب الزجاج شحنة موجبة وبيتكون على قطعة الحرير شحنة سلبة كما بالرسم هذه قطعة الحرير عندي ودي قضيب الزجاج هبتدي أعمل لهم عملية دلك أو احتكاك فهتتولد على كل منهم شحنة الزجاج هتتولد عليه شحنة موجبة بينما الحرير هيتولد عليه شحنة سلبة ثانيا التكهرب بالتأثير أما نيجي عايزين نشحن جسم أو مواصل متعادل أو معزول أو غير مشحون بشحنة بالتأثير لابد إن احنا نستخدم مواصل آخر المواصل آخر ده هيبقى مشحون بشحنة مخلفة للشحنة اللي أنا عايزها دون أن يتلامسها يعني المواصلين المواصل المعزول والمواصل المشحون ده اتنين ما بيلمسوش بعض كما بالشكل اللي قدامي أنا هنا جايب مواصل متعادل اللي هو ألف به وقربت له منه مواصل موجب اللي هو مواصل جيم إيه اللي بيحصل لما نقرب طبع قانون الجذب والتنفر المواصل المتعادل بيحتوي على شحنات سلبة وشحنات موجب ولما قرب له المواصل جيم اللي هو المحتوي على شحنة موجبة بيحصل طبع قانون الجذب والتنفر إن الشحنة السلبة بتقرب نحية الطرف الموجب وبسميها الشحنة المقيدة ليه تسمى بالشحنة المقيدة لأنها ما بتتحركش لأنها ممسوكة من خلال الشحنة المجابة الموجودة على السوق جيم وبيبقى على الطرف البعيد شحنة مشابهة لشحنة المواصل جيم إلى الشحنة المجابة يبقى إذن المواصل المتعادل الشحنات بتاعته هتتوزع في الطرف القريب من المواصل الجيم اللي أنا بستخدمه هتبقى فيه الشحنة السلبة وفي الطرف البعيد هتبقى الشحنة المجابة الشحنة السلبة اللي هتبقى قريبة من المواصل الجيم المجاب دوت هتبقى اسمها شحنة مقيدة لكن الشحنة البعيدة اللي في الطرف البعيد بنسميها الشحنة المطلقة لليها حرية الحركة هوصل الشحنة المجابة بالأرض فتتصرب الشحنة المجابة اللي هي في نهاية السوق المتعادل للأرض ويتبقى على الساق المتعدل شحنة سالبة فقط يبقى إذن هيتحول المواصل المتعدل من مواصل متعدل أو معزول أو غير مشحون إلى مواصل مشحون بشحنة سالبة مع أن احنا استخدمنا في شحن المواصل المتعدل مواصل آخر مشحون بشحنة موجبة قلنا ليه؟ لأن نتيجة حدوث الجذب والتنافر وتوصيل الشحنة المطلقة اللي هي موجودة عند الطرف البعيد للمواصل المتعدل تبتدئت الصربة زي الشحنة وبقى عند الشحنة السالبة باستخدام مواصل مشحون بشحنة موجبة طيب لو أنا بقى بدلت وشلت المواصل جيم ده بدلا ما خليه مشحون بشحنة موجبة خليته مشحون بشحنة سالبة إيه اللي هيحصل؟ في الحالة دي هتتقرب من الطرف القريب من المواصل جيم اللي هو مشحون بشحنة سالبة هتقرب منهم شحنة مجابة اللي هتبقى شحنة مقيدة وفي الطرف البعيد من المواصل المتعادل هتتولد عليه شحنة سالبة هوصل الشحنة السالبة بالارض فتتصرب الشحنة السالبة ويبقى المواصل المتعادل شحنة مجابة وبذلك يكون احنا شحننا المواصل المتعادل بشحنة مجابة باستخدام شحنة سالبة عشان كده قلنا في فكرة عمل التكاهرب بالتأثير ان انا بستخدم للمواصل المتعادل او المعزول او غير مشحون اللي عندي مواصل اخر مشحون بشحنة مخالفة للشحنة المطلوب طريقة الثالثة اللي هي الشحن باللمس او التكاهرب باللمس في حالة لو انا عندي مواصل متعادل او معزول او غير مشحون وعايز اشحنه باللمس بستخدم مواصل اخر مشحون بنفس نوع الشحن. زي قدامنا بالشكل ان انا قادي الموصل عندي اللي هو الموصل المتعادل اللي هو الف به وهقرب له موصل مشحون بنفس نوع الشحنة اللي هو اللي هو هستخدمها حاليا شحنة مجابة. مجابة وقدامها موصل متعادل يبقى السالب في الطرف القريب والمجاب في الطرف البعيد. لما نجي يتلامس الموصل الموجاب مع الموصل المتعادل بتنتقل جزء من الشحنة السالبة الى الموصل الموجب الشحنة فبناء عليه بتزداد عدد الشحنات الموجابة اللي موجودة في المواصل المتعادل فيصبح موجب الشحنة ايضا يبقى عند التوصيل ما بين مواصل موجب الشحنة مع مواصل متعادل عند تلامسهم واحنا قولنا الطريقة هنا تكهرب باللمس اما يحصل تلامس ما بينهم الشحنة السليبة اللي هي بتبقى قريبة من الشحنة الموجب المستخدمة بينتقل جزء منها للمواصل جيم فتزداد عندي الشحنة الموجب على المواصل المتعادل فيصبح موجب الشحنة يبقى من هنا هقدر اقول ان كده شحنة المواصل المتعادل او المعزول او الغير مشحون بشحنة موجبت الشحنة باستخدام مواصل اخر موجب برضو الشحنة لكن لو نفتكر قلنا في التكهرب بالتأثير باستخدم شحنة مخالفة لكن في حالة التكهرب باللمس باستخدم نفس نوع الشحنة منخش على جزء جديد من اجزاء الفصل الاولاني وهو الكشاف الكهرابي الكشاف الكهرابي ده جهاز بيستخدم في الكشف عن الكهربية كلنا لما بنسمع كلمة الكشاف الكهرابي بنفتكر اللي هو بيستخدم في الاضاءة لا ده جهاز بيستخدم في الكشف عن الشحنة الكهربية الموجودة على المواصل اللي عندي زي ما احنا شايفين ادي تركيب الكشاف الكهرابي عبارة عن قرس معدني متوصل بصاق معدني والصاق المعدني ده بتنتهي بورقتين من الزهب ورقتين رقيقتين من الزهب بيبقى الكشاف دي ليه قاعدة خشبية ومكون من نقوس زجاجي والنقوس الزجاجي ده عليه من اسفل طبقتين معدنيتين رقيقتين طبقة على كل جانب بيبقى تاني تركيب الكشاف الكهرابي من اسفل لاعلى هلاقي فيه تحت قاعدة خشبية نقوس زجاجي ونقوس الزجاجي ده موجود على الجزء الداخلي السفلي منه من كل جانب طبقة معدنية رقيقة بينتهي النقوس الزجاجي من اعلى بسدادة السدادة دي بينفز منها صاق معدنية الصاق المعدنية دي بتنتهي من اعلى بقرس معدني ومن اسفل بورقتين زهبيتين رقيقتين والورقتين الزهبيتين رقيقتين دول هم اللي هيعرفوني المواصل ده ان كان مشحون او غير مشحون زي ما هنتكلم عليها في فكرة العمل او نظرية العمل استخدامات الكشاف الكهرابي لسه ايل من شوية ان انا باستخدم الكشاف الكهرابي ان نعرف ان كان مواصل مشحون او غير مشحون يبقى اول استخدام ليه التعرف على الحالة الكهرابية لجسم اذا كان مشحون او غير مشحون واحنا عارفين ان اذا كان الجسم مشحون قد يكون مشحونا بشحنة موجبة او يكون مشحون بشحنة سلبة كذلك بيستخدم الكشاف الكهرابي في التعرف على نوع الشحنة الكهربية الموجودة على الجسم المشحون يبقى اذري كشاف الكهرابي بستخدمه الاول في التعرف على ان كان الجسم مشحون او غير مشحون طيب خلاص انا عرفت ان هو مش مشحون خلاص انتهى الحوار لكن لو انا عرفت ان هو مشحون طيب انهي شحنة بقى موجبة ولا سلبة برضو من خلال الكشاف الكهرابي اقدر اعرف ان كان مشحون بشحنة موجبة او شحنة سلب طيب في حالة الكشاف الكهربي هاعرف ازاي ان كان الجسم مشحون او غير مشحون عشان اعرف الجسم مشحون او غير مشحون الكشاف الكهربي في الحالة العادية بتاعته بتبقى الورقاتين الذهباتين منطبقتين على بعد انهم متعدلتين طيب انا هقرب المواصل بتاعي لقرس الكشاف الكهربي وانا مقرب الموصل لقرس الكشاف الكهرابي لو الورقتين فضلوا منطبقتين على بعض يبقى اذا الموصل ده غير مشحون لكن لو لقيت الورقتين انفرجوا عن بعض ده دليل على ان الموصل اللي عندي مشحون طيب هل هو مشحون بشحنة مجابقة او سلبة لو كانت شحنة مجابقة هيحدث الانفراجة لو كان مشحون بشحنة سلبة برضو هيحدث الانفراجة ليه بتحدث الانفراجة بان ورقتين الزهبيتين لان هيخش جوه الكشاف نفس نوع الشحنة فكل الورقتين هتاخد نفس نوع الشحنة يا مجابة يا سلبة يعني الورقة دي هتبقى مجابة الورقة لقصادها مجاب ومجاب او سلب وسلب زي ما احنا عارفين الشحنات المختلفة بتتنافر فبتبتدي تنفرج ورقتين الكشاف فكرة عمل الكشاف الكهربي اول حاجة في حالة عدم شحن الكشاف الكهربي انه بتكون الوركتان منطبقته لانهم متعدلين فاعدين مع بعض تنفرج وركتان الكشاف عند تقريب جسم مشحون بالقرس المعدني وانه ليه بتنفرج لانه بيخش له نفس نوع الشحنة فيحدث تنفر بين وركتان الكشاف هذا التنفر يؤدي الى انفراج الوركتان يزداد انفراج وركتان الكشاف عند لمس الجسم المشحون بقرس كشاف مشحون بنفس نوع شحنة الجسم يعني ايه الجزئية ديتها يعني انا الكشاف الكهربي مشحون بشحنة مجاب فالورقتين منفرجتين نتيجة التنفر بين الشحنة المجابة من الورقتين طيب لو انا لمسته بمواصل اخر برضو مشحون بشحنة مجابة فهتزداد الشحنة المجابة لدخل الورقتين الزهبيتين فيزداد انفراجة الورقتين نبقى تاني لو الكشاف مشحون بنفس نوع الشحنة اللي موجودة على الجسم اللي انا بعرف ان كان مشحون وغير مشحون الال ورقتين بيزداد انفراجهم لزيادة الشحنة اللي دخله جوه الكشاف عند لمس قرس الكشاف الكهربي باليد تتصرب شحنته الى الارض ثم تنطبق ورقتها الكشاف طيب معنى ايه الكلام ده ان انا عندي كشاف كهربي مشحون فالورقتين منفرجتين عن بعد لو انا جيت عند قرس الكشاف الكهربي ولمسته بصباع قرس الكشاف الكهربي هتتصرب الشحنة من ايدي للارض فانا كده سحبت الشحنة من الكشاف الكهربي فاصبح غير مشحون او معزول او متعادل فتنطبق الورقتين مرة اخرى نتيجة لتصرب الشحنة الكهربية الموجودة على الكشاف الكهربي هنبدأ حاليا اول مسائلنا في الفيزيو ان شاء الله واول مسائلنا بتتكلم عن قانون كلوم قانون كلوم ده بتتكلم عن الشحنات الكهربية اللي عندنا اللي هو بيطلق عليه احيانا قانون الجذب والتنافر مع قانون كلوم احنا اتفقنا وانا بتكلم عن الكشاف الكهربي وانا بتكلم عن التكهرب باللمس والتكهرب بالتأثير قلنا ان الشحنات دي ممكن يحصل ما بينها تجازب وممكن يحصل ما بينها تنافر اذا يحصل تجازب يحصل تنافر ده بيحدث ما بينهم قوة قد تكون قوة تجازب او قوة تنافر طيب مثال اكتر الكشاف الكهربي انا لما جيت عند الكشاف الكهربي قلتلك لا والورقتين دول مش حنين وجيت الربط من قرس الكشاف جسم مشحوم بنفس نوع الشحنة بتزداد الانفراجة ليه؟ لأنها بتزداد قوة التنافر بينهم يبقى إذن وجود تنافر بين الشحنتين أو تجاذب ده نتيجة تولد قوة ما بينهم القوة ديت هنقدر نعرفها من خلال قانون كلوم وهنقدر نستخدمها في حساب قيمة هذه القوة أو قيمة الشحنة أو قيمة المسافة قانون كلوم ايه هو؟ F بتساوي K في Q1 Q2 على D تربية يبقى إذن القانون مرة تانية F بتساوي K في Q1 في Q2 على D تربية طب ايه الرموز ديت؟ رمز رمز ايه مدلوله؟ وايه الوحدة المستخدمة في قياسه؟ هنبدأ أولا بالـ F الـ F ده هو رمز القوة المتبادلة بين الشحنتين يبقى الـ F ده رمز القوة المتبادلة بين الشحنتين والقوة ديت وحدتها نيوتن يبقى دي أول رمزه هو F معناها القوة المتبادلة بين الشحنتين الوحدة بتاعت القوة هي نيوتن يعني لو انا عندي القوة دي تلعت تسعين يبقى تسعين نيوتين القوة دي تلعت خمسين يبقى خمسين نيوتين لان القوة وحدتها النيوتين تاني رمز عندي الكيو الكيو ده بيرمز للشحنة الكهربية والشحنة الكهربية وحدتها بالكلو تالت رمز عندي الدي الدي ده رمز المسافة ووحدة قياس المسافة زي ما احنا عارفين اللي هي بالنظام الدولي اللي هي المتر اخر رمزة عندي اللي هو الكيه الكيه دوت هو سابت كلوم وده مقدار سابت قيمته 9 في 10 9 نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع يبقى ازا الكيه سابت كلوم كلمة سابت كلوم يبقى ازا هو مقدار سابت مقداره 9 في 10 9 نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع ملاحظات هامة على قانون كلوم اول ملاحظة عندي ان الكوة المتبادلة بين الشحنتين تتناسل طرديا ما حاصل ضرب الشحنتين انا عندي كنقنبل بف بتساوي كيه كي وان كيو تو على دي تربيع يبقى ازا الاف هتتناسب طرديا ما حاصل ضرب الشحنتين لهم كي وان في كيو تو يعني ايه تناسب طردي يعني لو كيمة احد الشحنتين او كلاهما زادت الكوة ايضا تزداد تاني ملحوظة ان الكوة المتبادلة بين الشحنتين دي بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الشحنت ايه يبقى الكوة بتتناسب او كوة المتبادلة بين الشحنتين دي بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينهما بمعنى يعني ايه عكسيا يعني كل ما المسافة هتقل الكوة هتزيد ضعف كوة هتزيد ضعف مثال على تطبيق او مثال تطبيق على قانون كلوم وناخد كذا مثال نطبع عليهم القانون اللي هو الاف بتساوي كي كي وان كي و تو على دي تربية مثال الاول شحنتان كهربيتان مقدار كل منهما خمسة فعشر وسالب خمسة كلوم احسب الكوة المتبادلة بينهما عندما تكون المسافة بينهما خمسة سانتي علما بان الكي بتساوي تسعة فعشر وستسعة نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع عشان احلي المسألة صح لازم اخلي بالي من عدة حاجات مهمة اولا اكون حافظ القانون ده شيء اساسي طيب انا حافظت القانون ولكن الرموز زي ما انا كتبت في الاول اف بتساوي كيكي وان كيو تو على دي تربيع انا مش عايف الرموز دي بتاعت ايه يبقى لازم تانية حاجة اكون عارف كل رمز معناه ايه حاجة التالتة والمهمة واللي احنا احيانا بننساها ان انا دايما بشتغل بالوحدات الدولية اللي انا قلتلك عليها واحنا شغالين تلك الكوة وحدتها النيوتب الشحنة وحدتها الكلوم المسافة وحدتها المتر يبقى اخلي بالي من الشحنات يعني لو بصينا في المسألة هلاقي شحنتين كاربيتين مقدر كل منهم خمسة فعشة وسالب خمسة كلوم خلاص يبقى دي الشحنة بالكلوم فهاشتغل بها مباشرة هعود بها خلاص يبقى بخمسة فعشة وسالب خمسة كلوم خمسة فعش وسالب خمسة كلوم احسب القوة المتب würden لو عايز الاف يبقى الاتج فى الاخر بتاع الاف هكتب كيفamentو اشمعنا نيوتن لان الوحدة بتاعة الكوة هي النيوتم عندما تكون المسافة بينهما خمسة سنتي اه سنتي انا قلت المسافة بتتقس بالمتر يبقى لازم احاول من سنتي لمتر قلنا عشان احاول من سنتي المتر المتر في صنتي في ميت سنتي. طيب. انا بحاول من سنتي المتر يعني من صغير لكبير. طالما انا بحاول من صغير لكبير يبقى هقسم على المية اللي هي موجودة ما بين المتر والسنتي. يعني احنا قلنا المتر ميت سنتي. طالما انا هحاول من صغير لكبير من سنتي المتر هقسم على المية. طيب نشوف حل المسألة. اكتب القانون بتاعي. اف بتساوي كيوان في كيو على الدي تربية. خاطر لبعد كده هعوض. وهو طالب الاف. يبقى ازا الكي وان وكيو تو والدي تربيع كلهم موجودين. هعوض بهم وطلع الناتج بتاعي. اف بتساوي. تسعة في عشرة اوز تسعة. في خمسة في عشرة اوز تاريب خمسة. في خمسة في عشرة اوز تاريب خمسة. احنا قلنا كي وان وكيو تو والاتنين قد بعض. على الدي. احنا قلنا خمسة على مية. يعني خمسة من مية. وتربيع يعني خمسة من مية في خمسة من مية. طب حد هيسألني. يقول لي طب لو انا كتبت تسعة في عشرة اوز تسعة في خمسة. فعشرة اوز تاريب خمسة كل تربيع. يعني الخمسة في عشرة اوز تاريب خمسة بدل ما اكتبها مرتين. لا هكتبها في كوس وقت فوق منها تربيع صح طيب الخمسة من مية في خمسة من مية ممكن اكتبها خمسة من مية تربيع برضو صح يطلع الناتج عندي او الكوة المتبادلة ما بين الشحنتين هنا هتطلع تسع تلاف نيوتن المثال التاني اذا كانت زرة الهيدروجين تتكون من الكترون واحد يدور حول نواية تحتوي على بروتون واحد وان نصف كتر زرة الهيدروجين يساوي تقريبا خمسة في عشر او السالب حداشر متر فحص بالكوة الكهرباء لا تؤثر بها النواية على الالكترون علما بأن هيديني شوية معلومات تفيدني في المسألة شحنت كل من البروتون والالكترون واحد وستة من عشرة في عشرة او السالب ساعتاشر كلوم هدي اول حاجة الدهل حاجة تانية سابت كلوم تسعة فعشرة اوستسعة نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع ابص في المسألة هلاقي ان انا هنا بيقولك اني في زرة الهيدروجين في الكترون واحد في بروتون واحد هينشأ ما بينهم كوة عايز احسب الكوة المتبادلة او الكوة الكهربية اللي موجودة ما بينهم طيب هو عايز الكوة بعايز الاف طيب الكي فين الكيم الدهالي تحت قالك سابت كلوم يساوي تسعة فعشرة اوستسعة نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع طيب عايز الكيو وان والكيو تو او انت ما قلت ليش شحنات لأ ما انا قلت لك فوق ان هي الكوة هتبقى ما بين البروتون والالكترون طيب ما هم الدهالي بقى تحت اداني شحنة البروتون والداني شحنة الالكترون يبقى هستخدمهم لاتنين في المسألة طيب هل شحنة البروتون مختلف عن شحنة الالكترون لا لاتنين شحنتهم واحدة اللي هي واحد وستة من عشرة فعشرة والسالب ساعتاشر يعني مرة الكيو انا هتبقى واحد ستة من عشرة فعشرة والسالب ساعتاشر ومرة تانية الكيو تو هتبقى واحد وستة من عشرة في عشرة والسالب تسعتاش. طيب. قلتلي الدي. الدي انا عارف ان هي المسافة. طيب. هنا مفيش مسافة. وما قال لي ايه? قال لي نصف كتر زرة الهيدروجين. وما نصف كتر زرة الهيدروجين. يعني المسافة ما بين البروتون والالكترون. نصف الكتر هيختلف الرمز بتاعه عن المسافة المسافة رمزها دي لكن نصف الكتر رمزه وده هنستخدمه بعد كده في الفصل التالت. فدايما خلي بالك وتذكر الرمز ده كويس. ان نصف الكتر رمزه يبقى انا في القانون عندي هشيل بدل ما اكتب دي تربيع في المقام هكتب تربيع زي ما هنشتغل في الحل الحالية. الحل عندي هكتب القانون اف بتساوي كي ايه? في كيو تو على ها? تربيع. ابتدع عوض. الاف بتساوي تسعة في عشر واستسعة في واحد وستة من عشرة في عشر وتسعة عشر في واحد وستة من عشرة في عشرة وتسعة عشر على خمسة في عشرة استسالة بحضاشر تربيع. اوعى تنسى التربيع لان التربيع ديت بتاعة القانون يعني انت هتاخد المسافة او نصف الكو تتعاوب بيه عادي جدا لكن اوعى تنسى التربيع لان التربيع ديت اللي موجودة في القانون برضو نفس السؤال انا عندي واحد وستة من عشر في عشر وستة بسعة عشر في واحد وستة من عشر في عشر وستة بسعة عشر ممكن اجمعهم مع بعض وقول واحد وستة من عشر في عشر وستة بسعة عشر تربيع هيطلع ان الكوة المتبادلة بينهما تسعة واثنين من عشر في عشر واستسالة بتمانية ان. ان يعني ايه? يعني نيوتن اختصار نيوتن. يبقى هيطلع الناتج تسعة واثنين من عشرة فعشرة واستسالة بتمانية ان. وان ان اختصار الوحدة بتاعت الكوة اللي هي ان نيوتن. مثال اخير على قانون كولوم. شحنتان مجابتان المسافة بينهما تلاتين سنتي. ومقدار كل منهما تلاتين مايكرو كلوم. احسب الكوة المتبادلة بينهما علما بان كيه بتساوي تسعة فعشرة واستسعة نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع. ابص في المسألة برضو. شحنتان اهو اداني الشحنتين هما كيوان وكيوتو بينهما تلاتين سنتي. اه هي مش الشحنة لتلاتين سنتي. ده المسافة هي اللي تلاتين سنتي. يعني دي هي اللي تلاتين سنتي. وانا قلت قبل كده ان ما بشتغلش المسافة بالسنتي بشتغلها بالمتر. يبقى هقول تلاتين على مية تطلع تلاتة من عشرة متر. يبقى انا مش هشتغل بتلاتين. لا هشتغل بتلاتة من عشرة متر. ومقدار كل منهما تلاتين مايكرو كولوم. اه الكلوم دي دي الوحدة. بتاعت الشحنة. يبقى ده شحنتين عندي دي تلاتين بس مش كولوم لا دي تلاتين ميكرو كولوم الكيوان والكيو تو برضو تلاتين ميكرو كولوم طيب دي تلاتين ميكرو كولوم دي تلاتين ميكرو كولوم انا بشتغل بالوحدة بتاعت الكولوم اعمل ايه? هبتدى حول من ميكرو كولوم لكلوم ان انا هضرب الرقم اللي هدولي في المسألة في عشرة واستالب ستة يعني الكيوان هتبقى تلاتين في عشرة واستالب ستة الكيو تو برضو تلاتين في عشرة وستسالب 6 طيب لو جالي مسألة تانية وقال لي 50 مايكرو كلوم برضو 50 فعشرة وستسالب 6 يبقى اذا المايكرو كلوم عمتا عشان احولها لازم اضرب فعشرة وستسالب 6 مهما اختلف الرقم اللي عندي 30 40 50 مش هيفرق معي طالما اني لقيت كلمة مايكرو كلوم يبقى هضرب فعشرة وستسالب 6 خطوات حل المسألة عندي كالعادة دي الحل ثم بكتب القانون بتاعي F بتساوي K في Q1 Q2 على D تربيع المرة دي بقول D تربيع لان هي مسافة مش نصف كتر بتدعوض بالارقام F بتساوي 9 فعشرة وستسعة في 30 فعشرة وستسالب 6 في 30 فعشرة وستسالب 6 على 3 من 10 في 3 من 10 تطلع الكوة المتبادلة بين الشحنتين 90 نيوتن وقلنا ال N اختصار كلمة نيوتن يبقى اذا في الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه قلنا اني الزرة بتتركب من او بتحتوي على نواه مجابة الشحنة قلنا ليه مجابة الشحنة لانها بتحتوي على البروتونات لمجابة الشحنة قلنا كمان بتحتوي على الكترونيات سالبة الشحنة بتدور في مدارات او من مستويات طاقه ثم بعد ذلك قلنا اني الزرة في الحالة العادية متعددة الشحنة الكهربية ليه؟ لأن عدد البروتونات المجابة داخل النواة بيساوي عدد الإلكترونيات السالبة التي تدور حول النواة ثم بعد ذلك قلنا إن في حاجة اسمها الكشاف الكهرابي وقلنا الكشاف الكهرابي تركيبه قاعدة خشبية نقوز زجاجي سدادة صاق معدني أرس معدني ورقتين زهبيتين هنا بيستخدم في حاجتين تعرف على الحالة الكهرابية للجسم إذا كان مشحون أو غير مشحون تاني حاجة تعرف على نوع الشحنة الموجودة على الجسم تكلمنا عن إزاي بيشتغل الكشاف الكهرابي خدنا طرق الشحن بالكهرابية أو طرق التقارب اللي هي التقارب بالدلك وتجربته المشهورة اللي هي قضيب من الزجاج وقطعة من الحرير وقلنا نتيجة الدلك أو الاحتكاك بيتولد على قضيب الزجاج شحنة موجبة وتتولد على قطعة الحرير شحنة سالبة تكلمنا عن التقارب بالتأثير وقلنا عشان لو أنا عايز أشحن مواصل متعادل أو معزول أو غير مشحون لازم أستخدم له مواصل آخر مشحون بشحنة مخلفة للشحنة لأنا عايز أشحن بيها المواصل المعزول اللي عندي في التقارب باللمس بستخدم برضو مواصل آخر عشان أشحن المواصل المعزول ولكن بيكون بنفس نوع الشحنة تكلمنا عن قانون كلهم وقلنا أن القانون F بتساوي Q1 Q2 على دي تربيع وعرفنا معنى كل رمز يعني إيه ووحدته وقلنا كذلك أن فيه علاقات مهمة أن القوة بتتناسب طردية ما حصل ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهم واخدنا أمثلة للتدريب على قانون كلهم هننتقل لجزء جديد في الفصل الأول اللي هو الكهربالاستيكية وهو المجال الكهرابي إيه هو تعريف المجال الكهرابي لشحنة؟ لو أنا عندي شحنة فين المجال بتاعها؟ المجال الكهرابي لشحنة يعني المنطقة اللي بتحيط بهذه الشحنة وبيظهر فيها أثار هذه الشحنة يبقى المجال الكهرابي لشحنة هو الحيز أو المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربية من جميع الاتجاهات ويظهر في هذه المنطقة تأثير تلك الشحنة يعني يظهر في هذه المنطقة تأثير تلك الشحنة؟ يعني الشحنة في هذا المجال او في هذه المنطقة لو اتوجدت في مجالها شحنة اخرى قد يحدث ما بينهم تجاذب او يحدث ما بينهم تنافر هو ده تأثير هذه الشحنة في المجال اللي عندي نتكلم بعد كده عن تعريف اخر وهو تعريف شدة المجال الكهرابي وشدة المجال الكهرابي عند نقطة رمزه اي ايه تعريف شدة المجال الكهرابي هو مقدار الكوة بالنيوتن المؤسرة على شحنة مقدارها واحد كولوم موضوع عند تلك النقط معناها تاني ها تعريف الكوة بالنيوتن المؤسرة على شحنة مقدارها واحد كولوم موضوع عند تلك النقط يعني انا عندي شحنة كهربية وحطيت في المجال البتاع على مسافة معينة على مسافة معينة في نقطة عايز اعرف شدة المجال بتاعت هذه الشحنة على هذه النقطة بحط شحنة مقدارها واحد كولوم واحسب الكوة المؤثرة على هذه الشحنة اللي هي الواحد كولوم يطلع هو ده شدة المجال طيب وحدة كهاش شدة المجال الكهرابي هو نيوتن لكل كولوم او ن لكل سي قلنا ان ده اختصار نيوتن وسي اختصار كولوم يبقى ان لكل سي الان اللي هي اختصار النيوتن والسي اختصار الكولوم قانون شدة المجال الكهرابي في شدة المجال الكهرابي عند نقطة هلاقي ليه قانونين اول القانون اللي انا بجيبه ده من التعريف اللي عندي نقول هو القوة المؤثرة او القوة بالنيوتن المؤثرة على الشحنة مقدارها واحد كولوم موضوع عند تلك النقطة فهو ان ال اي بتساوي ال اف على الكو طيب يعني ايه ال اف قلنا قلنا ال اف يعني الكو طيب والكو يعني ايه يعني الشحنة يبقى لو انا عايزة اجيب او احسب شدة المجال الكهرابي عند نقطة بقسم الكوة على الشحنة قانوني التاني وده بيجي من قانون كولوم ان ال ايه بتساوي كيه في كيو وان في كيو تو اعسف ان ال ايه بتساوي كيه في كيو على دي تربية يبقى ايه بتساوي كيو في كيو على دي تربية طيب انا في المسألة اللي عندي هستخدم انهي قانون فيهم القانونين انا بستخدم القانون على حسب المعطيات اللي بيده اللي في المسألة يعني لو اداني الكوة والشحنة خلاص هستخدم القانون الاولاني طيب ما ادانيش الكوة يبقى هستخدم القانون التاني تخطيط المجال الكهرابي بمعنى ان انا عندي المجال الكهرابي ده عبارة عن خطوط طيب شكل الخطوط دي ايه مع الشحنات المختلفة فبنقول ان تخطيط المجال الكهرابي دوت لأربع اشكال يا اما تخطيط المجال الكهرابي لشحنة موجبة يعني شحنة موجبة ونشوف المجال حواليها الخطوط بتاعته شكله ايه او تخطيط المجال لشحنة سالبة او تخطيط المجال لشحنتين مختلفتين او تخطيط المجال لشحنتين متشابهتين وده احنا بنقول ايه تخطيط المجال الكهرابي وده عبارة عن خطوط يبقى اذا هنا هنرسم المجال الكهرابي وخطوط المجال الكهرابي اولا تخطيط المجال الكهرابي لشحنة مجابة هيبى شكل المجال ازاي زي ما قدامي في الشكل ادي الشحنة المجابة وتخرج منها الشحنات بتاعتها تخرج منها عشان كده بتمثل بأسهم للخارج طيب لو لشحنة سليبة برضو نفس الشكل ولكن الأسهم للداخل لان قلنا المجابة بتفقد الكترونات لكن السليبة بتكتسب الكترونات فتكتسب يبقى عندي لازم الأسهم للداخل علامة على الاكتساب طيب لو كان شحنتين مختلفتين المجال الكهرابي هيبقى شكله ايه هلاقي ان خطوط المجال بتخرج من الشحنة المجابة الى الشحنة السليبة كما بالرسم محدش وهو بيرسم المجال الكهرابي بالشحنتين مختلفتين يخلي الخطوط المجال خط رايح وخط جاي لان خط رايح وخط جاي بانا كده في مرة هخلي فيها ان الشحنة السليبة هي اللي بتخرج خطوط المجال والشحنة المجابة اللي بتكتسب كلام ده مش صح لان احنا قلنا من خلال تخطيط المجال للشحنة المجابة قلنا بيحدث ما بين الشحنتين المتشبهتين تنافر فخطوط المجال بترسم كما بالشكل نقطة التعادل عندها شدة المجال الكهرابي يعني شدة المجال الكهرابي عندها بتبقى بسفر يبقى في نقطة التعادل شدة المجال الكهرابي تساوي سفر خصائص خطوط المجال أول خاصية عندي من خطوط المجال بتتناسب شدة المجال الكهرابي في نقطة ما تناسبا طرديا مع مقدار الشحن وده من القانون F بتساوي كيف كيو على دي تربيع يبقى إذن الF والكيو ما بينهم تناسب طرد يعني كل ما هتزيد قيمة الشحنة هيزداد شدة المجال الكهرابي تاني خاصية خطوط المجال الكهرابي لا تتقاطع أبدا يعني وإحنا بنشوف الخطوط سواء في حالة الشحنة السلبة هلاقي إن كل خط من المجال ليه اتجاه خاص بذاته فبناء علي ما بتتقاطعش أو ما بتتقابلش هزي الخطوط تماما مع بعضها تالت خاصية خطوط المجال الكهرابي تخرج من الشحنة المجابة وتدخل في الشحنة السلبة يبقى إذن خطوط المجال زي ما شفنا في حالة تخطيط المجال الكهرابي لشحنتين مختلفتين قلنا المجاب والسلب قلنا إن خطوط المجال بتخرج من الشحنة المجابة إلى الشحنة السلبة ودي خاصية من خصائص خطوط المجال الكهربي آخر خاصية من خصائص خطوط المجال الكهربي يدل اتجاه المماس لخط المجال عند أي نوطة على اتجاه المجال في تلك النوطة يعني أنا لو عملت مماس لأي خط من خطوط المجال الكهربي هلاقيها بتدل على اتجاه هذا المجال عند هذه النوطة يبقى المجال الكهربي قلنا المجال الكهربي قبل ما ناخد أمثلة توضحية ومسائل على القوانين اللي عند شدة المجال الكهربي قلنا المجال الكهربي هو المنطقة أو الحيز المحيط بالشحنة الكهربي من جميع الاتجاهات والتي تظهر فيه أثار تلك الشحنة شدة المجال الكهربي عند النوطة قلنا ده رمزه ايه قلنا شدة المجال هو القوة المتوسطة المؤسرة على شحنة مقدارها واحد كهربي موضوع عند تلك النوطة قلنا واحدة كياس شدة المجال الكهربي وهو نيوتن لكل كهربي اللي احنا بنختصرها بإن الكل سي تكلمنا بعد كده قلنا قادي المجال وشدة المجال قلنا القانونين بتوع شدة المجال اف بتساوي ايه ايه بتساوي اف على كيو وعند الايه بتساوي كيو على دي تربيع وقلت انا باستخدم القانون على حسب معطيات المسألة الموجودة عني تكلمنا بعد كده عن تخطيط المجال الكهربي وشفنا ازاي نرسم خطوط المجال الكهربي سواء كانت لشحنة مجابة او لشحنة سلبة او لشحنتين مختلفتين او لشحنتين متشابهتين قلنا موجود في المجال الكهربي تخطيط المجال الكهربي لشحنتين متشابهتين هلاقي في منطقة في النص بتنعدل ما بين الشحنتين بتنعدل فيها شدة المجال الكهربي دي بسميها نقطة التعادل تكلمنا عن خصوص خطوط المجال الكهربي قلنا اول حاجة ان شدة المجال الكهربي تتناسب طرديا مع مجدار الشحنة يعني لما الشحنة الكهربي تزداد شدة المجال الكهربي ايضا هتزداد تاني حاجة قلنا ان خطوط المجال الكهربي لا تتقاطع ابدا يعني ما بتتقابلش ابدا كل خط واخد اتجاهه بعيد عن الخط الاخر تالت حاجة قلنا ان خطوط المجال دي بتخرج من الشحنة المجابة وتدخل في الشحنة السلبة واخر خاصية من خصائص خطوط المجال الكهربي كان بيدل اتجاه المماس لخط المجال عند اي نقطة على اتجاه المجال في تلك النقطة هنبدأ ناخد اول مثال من امثلة شدة المجال الكهرابي عند نقطة احسب شدة المجال الكهرابي عند نقطة تبعد خمسين سنتي عن شحنة كهربية مجابة مقدارها اربعة ميكرو كولوم علما بان الكي بتساوي تسعة في عشرة واستسعة نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع احسب شدة المجال الكهرابي طب هو عايز ايه عايز شدة المجال الكهرابي رمزه ايه ايه يبقى هو عايز الايه عند نقطة تبعد خمسين سنتي قلنا خمسين سنتي دي المسافة اللي هي رمزها دي وما بشتغلش بالسنتي بشتغل بالمتر يبقى حول من سنتي المتر يعني من صغير لكبير يبقى هقسم على مية يبقى خمسين على المية يبقى عندي خمسة من عشرة متر اللي احنا بنقول عليه نصف متر عن شحنة كهربية مجابة مقدارها اربعة ميكرو كولوم انا هنا بقول ميكرو كولوم طالما انا قلت ميكرو كولوم اه دي بتاعت الشحنة بس انا بس انا فاضل على الشحنة عندي قلنا وحدتها بالكولوم يبقى لازم اضربها في عشرة او سالب ستة مديك الكي تسعة في عشرة او ستسعة نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع ده السابت بتاعي وخلي بالي وحدة سابت كولوم لازم يكون حافظها لنيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع الحل اللي عندي بكتب القانون بتاعي طبعا مش هكتب ان ال اي بتساوي اف على كيو لان ال اف مش عندي فياخد القانون التاني اللي هو ال اي بتساوي كيو على دي تربيع وابتدي عوض بالاركام يبقى اي بتساوي تسعة في عشرة او سالب ستة على خمسة من عشرة في خمسة من عشرة يطلع لمن شدة المجال واحد واربعة واربعمية في عشرة او سي خمسة نيوتن لكل كولوم سال التاني اللي عندي شو حنة كاربية مقدارها تلاتة واثنين من عشرة في عشرة او سالب ساعتاشر كولوم احسب شدة المجال الكاربية عند نقطة تبعد اربعة في عشرة او سابع عشرة متر علما بقى ان ال كيو تسعة في عشرة او ستسعة نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع هنا مديني الشوحنة بالكولوم هشتغل بها عادي مديني البعد او المسافة بالمتر هشتغل بها عادي برضو وال كيو كذلك موجودة السابت بتاعي وعايز شدة المجال اللي هو ال اي هبتدي اعوض في القانون طبعا برضو مش ال اف اللي هو اف بتساوي كيوان او اي بتساوي كيو على الدي تربيع هبتدي اعوضي بل اي بتساوي بعمل شرط الكسر اللي عندي وكتب تسعة في عشرة او ستسعة في تلاتة واثنين من عشرة في عشرة او سالب تسعتاشر على اربعة في عشرة او سالب عشرة تربيع يطلع عند ان شدة المجال الكهرابي واحد ثمانية من عشرة في عشرة قصة عشرة نيوتن لكل كلوم اللي احنا قلنا الاختصار بتاعها ان الكل سي بكده نكون خدنا اول اجزاء مادة الفيزي عندنا في اول حلقاتنا واتكلمنا فيها عن الكهربية الاستاتيكية عن طرق الشحن بالكهربية عن الكشاف الكهربية عن قنون كلوم وامثل عليه عن المجال الكهربية وشدة المجال الكهربية وامثل على شدة المجال الكهربية بالتوفيق والنجاح لكم ان شاء الله والى حلقة قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته